السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم والنقاش هذا اللي قوم من اول جديد والله وبعت الفيلد احسن وما نعرفيش هادي كلها خربيط تعوى الراس فمعنى منها للأمانة هذا ما استهواني الا المرحلة هذي اللي حين قعد شفونا قدامكم اللي بالصورة اللي حق الغوص بس وانا ما لعبت الا الطور القصة ما لعبت حتى الونلاين ولا جربتها للأمانة فقدت اهتمامي في كوف دوتي من زمان هذا رأيي الشخصي طبعا ما هو المعنى انه في ألعاب ثانية افضل لكن فقدت اهتمام باللعاب الشوتر بشكل عام العاب المسدسات يعني ما حس انه حس انه خلاص عليها خصم 33% ما اعتقد انه رح ينزلونها اكثر من كذا ممكن بعد التخفيضات يسوي عليها خصم ممكن لا تاخذ كلامي مية بالمية لكن ممكن لانه صارت مع كولوف دوتي مو ثري كولوف دوتي بلاكوبس 2 يعني عندي حساس انه راح يصير اقل من 33% 40 دولار افضل من انك تاخذه ب60 الامانة زائد انا استمتعت في القصة ولا لعلت الونلاين فما اقدر عطيك انطباعي عن الونلاين وقولك والله اوه تغير وصار فيه والله مسدس جديد وصار فيه والله قنبلة جديدة اطلع رانب ما اعرف لاني ما اتدربت الونلاين في قناة ديفل ستيشنز على ما يقصر متخصص في كوروف دوتي فانصحك انك تروح التابعة ومتخصص في الشروحات ويشرح كوروف دوتي واهتمامه كله كوروف دوتي فانصحكم تتابعونه صراحة لانه من الناس اللي احترم ال... 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 العزيمة اللي فيه انه يبغي يصير بس عن كوروف دوتي اللعبة الثالثة اسمه State of Decay State of Decay نزلتها ما كطاة في القناة نزلتها ظاهر بشبه تختيم لعبة RPG لعبة عندك شخصية وعندك زومبي State of Decay وصورة زومبي عندك شخصية تطورها وتروح جمع أغراض وتطور شخصية هذي والله تزيد السرعة تزيد الدم تزيد المن عارف إيش ولا شيء هذي للأمان انا ما تذكري والله صدق ما تذكري انا رفعت لمكتب ولا لا في القناة لكن من اللي انا سمعته من الناس يعني واشوف الناس قاعد تلعبها اللعبة ميبشينة وعى الخصم الخمسين في المئة اشوف انه جدا جدا ممتاز افضل انك تاخذها بالسعر الكامل اللي هو 20 دولار تاخذها بعشرة دولار افضل وحس ان اللعبة حلوة كلعبة جماعية يعني فيها وفيها وتقيمها حتى من المواقع برضو ممتازة فا انصح انصح صراحة انك تجرب اللعبة هذي سهل التجربة صراحة الحم بدأت الذكرة حسني ما رفعت لمكتب في القناة اللعبة الاخيرة اليوم اللي هي FTL او اختصار الاسم كامل اللي هو faster than light اسرع من الضوء FTL اذا انت تحب الفضاء وتحب العاب الاندي تحب العاب المطور المستقليين تحب العاب الستراتيجية اللعبة هذي تصلح لك اللعبة بس اللعبة في شيء واحد انا ما يعجبني انه اذا مت خلاص يروح لك كل شيء ترجع من اول جديد نظام اللعبة انت عندك سفينة سفينة فضائية تنتقل من بين مجرات سفينة فضائية حقتك هذي تطورها تزيد والله قوة الاس اللي حلي فيها تزيد الدم حق المركبة تزيد العدد الناس اللي في المركبة لانه اذا والله جاك صاروخ وفجرك بتحترق غرفة من الغرف زي ما نشوفين هذي غرف تعتبر وكل غرفة لها شيء مثلا هذا حق القبطان هذه المكينة يعني عليها اذا صار حريقة لازم تودي هذا عشان يطفيها اللعبة بس بالماوس ما اعتقد انه ما تذكر انك تستعمل الكيبورد بس بالماوس سنتقل بمجرات الهدف من اللعبة ظهر انك لازم توصل عند مجرة معينة وتهزم الشي اللي هناك توقعنا في سبع مراحل سبع اشياء توصلها للا ما انا ما وصلت انا كدام نموت في الثانية او الثالثة كدام يتفقع وجهي يعني من السفن الكبيرة لكن من العلعاب الممتعة اذا تحب العلعاب استراتيجي والسعر صراحة اشوف انه مغري ثلاثة دولار ونص اشوف انه مره مغري بالنسبة للعبة بعسق الدولار اصلا خصم ستة ستين في المئة ما اتذكر انه كان عليها خصم اعلى من كذا كان عليها خصم خمسين في المئة الضار قبل فترة بسيطة والحين عليها ستة ستين في المئة ممكن ينزلون الخصم هذا يرفعونه اليها خمس سبعين لكن ما ادري ما عندي اي عدم صراحة او لا عندي اي نوع من من البتاع لكن اللعبة يعني الناس ميتين عليها اللعبة مره ممتازة ومره كويسة اذا انت حب العاب التحدي بالذات بعد العاب الاستراتيجية العاب التحدي اذا انت والله من الناس انا مثلا من الناس اللي اطفش اذا والله مت ورجعني من اول جديد زي مثلا بايندين ايزاك على سبيل المثال اذا مت يرجعك من اول جديد يعني احب انه يكون عندي الاشياء حقتي اتاقدها ليش ما بلي تقربوا اللعاب ثانية مثلا علش المثال روكس روكس سميث روكس سميث ظهر النظام تشبك تشبك قيتار صدقي وتقعد تعزف انا ما ادري اذا في حد تنربها يعطينا خبر او سم ستري من اللعاب اللي مره طويلة لدرجة يمكن اطبش منها فيا اذا انت تحب لالعاب بالمحاكية الواقع اعتقد تربي عائلة وتوظف بعدين في نهاية تموت وما يعرفيش تصلح لك انا عن نفسي ما اتصلح لي فورمولا ون ما اعتقد ان في اي احد يهتم في فورمولا ون للأمانة يعني ما ادري اذا في احد انا اعتذر اذا انا هنت كل شيء لكن انا شخصيا ما احس ان في احد يهتم في فورمولا ون في العالم العربي فيعطيكم الفعافية ان شاء الله راح يشوكم في اليوم السابع اخير اعذروني على ايطالة في موضوع او مقطع افضل عشر العاب للسنة هذه لكن باذن الله راح تشوفونا قريب في القناة قاعد اشتغى اليه حاليا ان شاء الله المكاطر هذي قاعد تفيدكم باذن الله انا قاعد تفيدكم يعني واباذن الله راح اشوفكم في اقرب وقت ممكن لا تنسونا البث المباشر في يوميا للمشتركين طريقة الاشتراك جدا سهلة ان فكر جديا اني ارفع شرح واطي شرح كامل عن الاشتراكات واطي شرح كامل عن بواد الاشتراك وما الى ذلك عشان الناس تكون عنده صورة كاملة فعطوني رايكم اذا ودكم نشوي شرح عن الموقع عشان الناس تستفيد منه ويزيد عدد المشاهدين هناك ولل اماناس اشوف ان افضل صراحة من ارفع مكتر على اليوتيوب فعطوني خبر وشككم إن شاء الله غدا Take care You're smiling السلام عليكم